سعد حنان صباح الخير لكل مشاهدنا الكرام إذن لخرج في صباحة اليوم حنان إذن نلاحظ أنه كان فيه ضباب كتيف خص أغلب السواحي الوطنية هنا في السواحي الوسطى الجزاء العاصمة كان فيه ضباب كتيف خص السواحي الوطنية في صباحة اليوم وهذا يرجع إذن لاحظنا البارح في الليل إذن كانت فيه انخفات في درجات الحرارة مقارنة باليامات اللي فات وكانت فيه نسمة بردة هواء بارد خص ليلة الأمس أغلب السواحي الوطنية ولهذا كان فيه تبخر للمياه على مستوى السطح الأرض ولهذا لاحظنا أنه خلال صباحة اليوم كان فيه ضباب على أغلب السواحي الوطنية فقط الحيطة والحذر لمستعملي الطرق نعم ربما هذا الضباب يعني رح يولي حرارة مرتفعة ليس كذلك بالفعل يعني دوكا يتعرض إلى هبوب رياح بعدها يتلاشى الضباب لكن في الفترة أو في فترة الظاهرة إن شاء الله إذن نحتاج وترتفع درجات الحرارة بالفعل حتى في الصابحة يعني في رأي جواء ثقيلة درجات حرارة خلال الصابحة رح تلحق حتى الـ 21 درجة ونسبة الرطوبة هي الأخرى دائما مرتفعة خاصة في الفترة الصباحية وبين تتعدى الـ 85% إذن وهذا ونعود نرجع إذن للنشرية الخاصة التي كانت أصدرها أمس الديوان الوطني للأرصاد الجوبي يحذر بين موجة حر تخصى المناطق الداخلية الغربية على كل من ولاية عين الدفلة غليزان واشلة إذن درجات الحرارة قد تتعدى 44 درجة وهذا إلى غاية التاسعة ليلا من نهار اليوم وبخصوص المناطق الجنوبية هي الأخرى دائما تبقى تشهد تساقط أمطار الرعدية وهذا حسب تنبيه لمصلحة الأرصاد الجوية إذن من الدرجة الأولى يحذر من تساقط بعض الأمطار الرعدية مع ارتفاع في درجات الحرارة على كل من ولاية أدرار ومنطقة تامنرس إذن وهذا بداية من الثالثة زوال من نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل كبالك من نهار اليوم الاثنين إذن وبخصوص الوضعية الجوية المرتقبة بداية من نهار اليوم الاثنين لغاية يوم الأربعاء إذن تبقى الأجواء دائما حارة وهذا بسبب استمرار ضغط جوي مرتفع في المستويات العليا للغلاف الجوي مرفوق بكتلة هوائية ساخنة خاصة على وسط الصحراء وجعلة من ذلك هبوب رياح قوية أو حارة أقول من المناطق الجنوبية نحو المناطق الساحلة ولهذا كما نلاحظ أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة غدوة تولتا 47 درجة على منطقة أدرار 45 درجة بالنسبة لتندوف 44 درجة على إليزي 43 درجة على بشار وورقلة المناطق الساحلية الأخرى ستكون فيها درجات حرارة مرتفعة خاصة على السواحل الشرقية الغربية والوسطى 35 درجة على وهران وعنابة 34 درجة بالنسبة لجيجل وكذلك اسكيكدا بالنسبة لحالة التقس أو درجات الحرارة المرتقبة اليوم الأربعاء إذن دائما تزيب الزو 38 درجة حتى على الأغوات 39 درجة على بشار 40 درجة على الوادي تنخفض شوية مقارنة بالأيام الماضية مقارنة بالنهار اليوم كذلك فيما يخص منطقة أدرار 47 درجة 43 درجة بالنسبة لإليزي 37 درجة على الطرف وعنابة 36 درجة على تلمسان 35 درجة بالنسبة لوهران وكذلك باتنا إذن نروح للوضعية الجوية لترفقها درجات حرارة جد مرتفعة خلال نهار اليوم على أغلب المناطق الجنوبية كمارا نلاحظ أدرار 47 درجة عن صالح 45 درجة إليزي 42 درجة برج باجي مختار كذلك عن قزام 43 درجة بشار 41 درجة مع حركة رياحية الأخرى تكون معتدلة راح تأدي لتطاير زوابع رملية إذن وبخصوص المناطق الشمالية إذن راح تكون فيها خاصة المناطق الداخلية درجة حرارة مرتفعة وهذا كذلك حسب النشرية خاصة لأصدرتها مصالح الأرصاد الجوبية إذن 44 درجة راح تخص المناطق الداخلية الغربية منطقة عند دفلة إليزي وكذلك أو منطقة عند دفلة غليزان ومنطقة كذلك أقول المناطق الداخلية الغربية إذن المناطق الجنوبية كما شفنا نعود أن نرجع للمناطق الساحلية إذن درجات الحرارة الأخرى تكون فيها مرتفعة على المناطق الساحلية إذن تزيوز 42 درجة العاصمة الجزائر العاصمة 35 درجة النابة 32 درجة كذا 32 درجة بجاية 32 درجة الأخرى وتلمسان في حدوث 30 درجة مع نؤكد أن نسبة الرطوبة دائما تبقى مرتفعة على أغلب السواحل الوطنية إذن تتعدى 85% خلال الصباحة وخلال الفترة المسائية خلال الليل إذن أجواء رح تكون مشمسة ومستقرة على أغلب المناطق الشمالية حنان نهار اليوم تتشكل بعض الرعود المنعزلة تكون مرفوقة ببعض القطرات من الأمطار فيما يخص المناطق الداخلية وكذلك المناطق الجنوبية وهذا حزب تنبيه لمصلحة الأرصاد الجوية مع هذه موجة الحر أكيد نروح نشوف بعض النصائح التي يجب اتخاذها لتفادي موجات الحر إذن إن أمكن أهم النصائح لتعامل مع موجة الحر كمان نلاحظ الحفاظ على درجات حرارة المنزل المعتدلة من خلال تثبيت مكيف في درجات هوا ما تتعداش إلى 25 درجة عدم الجلوس أو النوم قريبا من مصدر تيار المباشر كالمكيف أو المروحة وكذلك إغلاق النوافد والستطائر لمنع دخول أشعة الشمس مباشرة داخل المنزل أيضا تعليق المناشف المبللة في المنازل لتخفيف درجات الحرارة الداخل المنزل لا تسر لا تسر في الخارج أو تمارس الرياضة في الجوار الحار إذن الإبتعاد أو المشي أوقات الذروة خاصة من العشرة صباحا إلى الثالثة زوالا ولا نترك الأطفال في السيارة لتجنب حالات الاختناق إذن هذه أهم النصائح لتجنب موجات الحار أو التعرض لضربات الشمس ربما نصائح أيضا لحجاجنا الميانين والميانين عفوا ودرجة الحرارة المتوقعة في السعودية أكيد يعني درجة الحرارة تكون دائما نسبة رطوبة هي العنصر المهم يعني الرطوبة دائما مرتفعة خاصة في المملكة العربية السعودية إذن دائما تتعدل 54% درجة الحرارة خلال الصباحة يعني تكون معتدلة ما تتعداش 30 درجة تتفع شوية خلال الظهيرة تلحق حتى 45 درجة وكذلك في الفترة المسائية تنخفض شوية يعني ما رحش تنخفض بزيف تلحق حتى 35 درجة مع حركة رياح دائما رح تكون معتدلة ما تتعدى سرعتها 35 كيلومتر في الساعة إذن نجواء حرط رح تتميز المملكة العربية السعودية إن شاء الله ما تأترش على حجاجنا الميامين لأداء مناسك الحج